الخدمات تحول المناطق الطاردة للسكان إلى مناطق جاذبة النهروان وسبع البور ومناطق أخرى على أطراف بغداد عادت من جديد تستقب السكان بعد المباشرة بتنفيذ مشاريع المجاري والماء الصالح للشرب التي تعتبر من ضروريات الحياة المدنية هناك فرق بالنهروان تحسن عمل المجاري المي أكو تحسن به بس نحن اللي نتمنى كل هاي المشاريع تستمر العمل بستمر الحمد لله والشكر 24 ساعة بستمرين والحركة صارت هذه العوالي قاعدة ترجع أحسن من قبل أفضل من قبل بسبب الخدمات تنفيذ المشاريع الخدمية انعكس بشكل إيجابي على أسعار الدور والأراضي السكنية التي تشهد إقبالا من قبل المواطنين من داخلي وخارجي هذه المناطق باشرة الشركة بيوم الثلاثة ثلاثة بإنشاء مشروع مجاري سبع البور مشروع المجاري يتألف من عدة أقسام قسم الأول هي محطات رفع عدنا أربع محطات رفع زائدا الشبكات الشبكات تغضي كل الناحية الشبكات يتألف من مجاري الصرف الصحي زائدا المياه الأمطار بدنا بمحطات الرفع ومحطة المعالجة والآن باشرنا بشغل الشبكات يعني شبكات مياه الأمطار وشبكات الصرف الصحي وباكتمال المشاريع الخدمية المقرر إنجازها بعد أربع سنوات من المتوقع لهذه المناطق السكنية أن تساعد في تخفيف الزخم السكاني في العاصمة بغداد خصوصا وأنها تمثل بيئة ملائمة للسكن مع وجود المناطق الخضراء من حولها من بغداد رزاق العقلي العراقية الإخبارية اشتركوا في القناة